يسوع عم بيقلنا أنه لما نعطي بملكوت الرب ما نخسر أبداً أعطيه على أساس المبدأ ومش ردة الفعل أنا بعرف أنه سوء البورسة ممكن ينهار بعرف أنه تمن الذهب والفضلة ممكن يتدهور أنا بعرف أنه يمت الدولار ممكن تنهار لكن يلي أنت بتعطيه للرب هو دايماً 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 بيحمل أرباح في سبب كتير جدي لرسول بولوس بإلهام من الروح الأدوس قرر أنه يعلم عن العطاء مباشرةً من بعد التعليم عن قيامة يسوع وقيامتنا الشخصية نحن شفنا بالعيضة السابقة لإسحاح 15 تعليمات رائعة تعليم رائع عزاء رائع لما هو فرجانا العلاقة بين قيامة يسوع من الأموات وقيامتنا الشخصية من الأموات ومن بعدها بشكل مفاجئ هو عم يتحضر حتى يختم الكتاب هو وعم ينهي الرسالة الرسول بقول وأما من جهة الجمع أنت لازم تكون عم تسأل السؤال ليه ليه من بعد ما هو وصل على السماء بذاته ليه هو لازم يرجع ينزل على هالتفاصيل الدقيقة حول المال وعطاء المال ليه وأنا أقول لك أنه هذا سؤال كتير عظيم أنا كتير سعيد أنك سألته لأنه الرسول بولوس رح يجاوب لأنه السماء والمال هن مرتبطين ببعض السماء وعطاء المال هن مترابطين ببعض السماء وعطاء المال مرتبطين بشكل جوهري المال وكيف أنت بتستخدم المال مرتبطين بشكل وثيء بأصرك بالسماء وهيدا تحديداً يالكيب المادس بعلمه هيدا منه مجرد آية خارج السياء هيدا هو مجمل للتعليم الكتابي يسوع قال أنه السارق ما رح يسرق المال يلي أنت بتعطيل الرب وأنه الصدي ما رح يدمره سمعني أرجوك أنا بعرف أنه سوق البورسة ممكن ينهار أنا بعرف أنه تمن الذهب والفضة ممكن يدهور أنا بعرف أنه قيمة الدولار ممكن تنهار لكن يلي أنت بتعطيل الرب هو دايماً 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 رح يحمل أرباح هون وهلأ ولكل الأبدية طلع معي من جديد بتفصيل 1 كورينتو 16 لكن تحديداً على الآية 2 هون بولوس عم بيمد إيده ويعلمنا حقيقة عميقة كتير حول العطاء هو عم بيقول أنه لما نحنا نعطي بالمؤابل لأله هلأمر ما لازم يكون بطريقة عشوائية لما نحنا منعطي بالمؤابل لأله هلأمر ما لازم يكون كردة فعل لمناشدة عاطفية لما نحنا منعطي الله هلأمر ما لازم يكون كردة فعل على أي شخص بيصرخ أعلى أو هو ما لازم نكون عم نعمله انطلاءاً من الشعور بالذنب ومع أي شخص بيش عالك تشعر بالذنب هون بواحد كورينتو 16 كلمة الله هم بتساعدنا حتى نكون عم نمارس مسؤوليتنا الروحية تجاه تكديس الثروات بالسماء والأمر بيصير بالشكل التالي بتتذكر هلنقاطي الثلاثة أنا رح ارجع لهم مرة بعد مرة هو عم بيعلمنا أنه نعطي بانتظام مخطط إله هو عم بيعلمنا أنه نعطي مع مسؤولية شخصية ومن بعده هو عم بيعلمنا تالتاً أنه نعطي بشكل متناسب الأمر الوحيد يلي انت رح تلاحظه حول العطاء الكتابة هو أنه منه مبني على الاندفاع كيف أنا بعرف هالأمر؟ لأنه كلمة الله هم تتكلم عن جمع الأموال ضمن سياء انتصار لإيامه بنفس الجملة يلي الرسول بولوس بيتكلم فيها عن العقيدة الأساسية بيتكلم عن اللب عن أساس الإيمان المسيحي المبني على الصخر وتحديداً إيامة الرب يسوع المسيح هو بيتكلم عن العطايا بنفس الجملة هو بينتقل مباشرةً من انتصار لإيامه لانتصار جمع العطايا والرسول بولوس هون هو بشكل واضح عم بيجاوب الكورنثيين على بعض الأسئلة شفنا هالأمر بالبداية الكورنثيين كانوا عم بيسألوا أسئلة كيف أنا بعطي؟ وين أنا بعطي؟ وهو بيجاوب على كل هالأسئلة لكن أنا ما بديك تخفل عن الأمور يلي هو مقالة أنا ما بديك تتجاهل الأمور يلي هو مقالة هو مقال أعطي إذا أنت بتشعر أنه بدك أو أعطي بناءاً على المشاعر والعواطف أو أعطي بناءاً على الاندفاع أو لأنه في أزمة لا هالأمر منه كتابة الرسول بولوس كان بده يعلمنا أنه نعطي بناءاً على المبدأ ومش على الاندفاع كان بده يهون ينموا عادة مؤدسة ومش ذهنية تجمهر مؤدسة هو قال أنه نحن لازم نعطي بناءاً على انتظام مخطط تطلع على الأية اتنين معي أرجوك باليوم الأول من كل أسبوع كل شخص بيناتكن لازم يوضع على جنب مبلغ معين هلأ قواعد اللغة كتير مهمة هون لأنه عم يتكلم بطريقة مؤكدة أنت بتقول شو يعني هالأمر لأنه بولوس بده أن يركز كتير على فكرة اليوم الأول من الأسبوع ليه هو اليوم الأول من الأسبوع مع تشديد ليه هالأمر مهم كتير لأنه يسوع قام باليوم الأول من الأسبوع يسوع ظهر على التلميذ مرتين كل مرة كان باليوم الأول من الأسبوع الكنيسة المسيحية الأولى يلي كانت كلها يهودية ذكر أنه هن كانوا كلهم يهود وهن انتقلوا من العبادة يوم السبت للعبادة يوم الأحد بسبب حدث لإيامة الكتير مهم هيدا اليوم الأول من الأسبوع كان عنده أهمية بالكنيسة الأول أكتر بكتير مما ممكن أنه نحن نتخيل لأنه نحن ما عشنا بهالوقت ونحن فقط بنقرأ عنه لكن سمعني فكر معي فكر معي هن شافوا بعيونهم الرب يلي عيونه تغمضت بالموت هن شافوا الرب يلي شفافه تسكرت بالموت هن شافوا الرب يلي جسده نوضع بالقبر من بعد الموت لكن من بعده باليوم الثالث نهار الأحد صباحا بساعة الأولى من الصباح هو فتح الأبر وهو مش إلى الخارج وهو ترك الأبر فارغ ولهذا السبب مباشرة صاروا عم يجتمعوا كل يوم أحد الصبح بكير كل يوم أحد الصبح حتى يحتفلوا بحدث لإيام المجيد هيدا كانت بداية كل شي هن عملوا هالأمر حتى يحتفلوا بالقيامة وحتى يلموا العطايا اتنين بيمشوا مع بعضون البعض ما تخفل عن الأمر ما تخفل عن الأمر انت رح تكون عم تخفل عن بركة لكن إذا نحن فعليا منفهم أن العطاء لازم يكون ضمن سياء لإيامة ساعتها نحن نصير عم نوقف كل يوم أحد الصبح نحن عم نتقدم حتى نعبد ونقول ونرنم من القبري قد قام هو حي هو حي المسيح يسوع حي ومن بعد أن نحن منود عطيانا قدام المذبح ليه؟ لأن عطاءنا هو جزء أساسي من احتفالنا الشخصي بأيامة الرب يسوع وهو تراقب لأيامتنا من الأموات مثل ما نحن شفنا بالإصحاح 15 وهذا هو السبب له الرسول بولوس وهذا هو تحديداً يلي بيعني بالعطاء المنتظم ثانياً هو قال أنه عطاءنا لازم يكون مسئولية شخصية كل شخص بيناتنا وهو قال أنه طلع على الآية 2 من جديد معه الإصحاح 16 وهو قال باليوم الأول من كل أسبوع كل هل أنت بتقدر تقول هالأمر معي؟ كل شخص بيناتكم لازم يوضع على جنب كل شخص بيناتكم لما الرسول بولوس قال كل شخص كل واحد منكم هو كان عم بيوضعه بمكان التأكيد الأمر يلي بيعني أنه هي أهم من باقي الكلمات كلمة كل أولى من جديد هي أهم من باقي الكلمات شو بيعني هالأمر؟ كل شخص مننا بيعني أنه ما في استثناء ما في استثناء ما في استثناء إذا أنت كنت عم بتتابع هالسلسلة من العيضات نحن شفنا أنه ما في عدد كبير من كورنثيين كانوا فعلياً أشخاص أقوياء أو أشخاص أغنياء هو قال هالأمر ما في بيناتكم أشخاص طير بارزين هن كانوا أشخاص عاديين بالواقع هن كانت قدرتهم ضئيلة لكن الرسول بولوس ما استثناء أي شخص هيدا هو أكتر أمر رائع أنه كل شخص بيناتكم كل شخص بيناتكم هيدا هي المسئولية الشخصية أنا رسمت بالخدمة وأنا كنت بعد غير أمين بعشوري وتقديماتي هيدا هي الحقيقة المطلعة أنا رح أشرح لك شايف أنا حاولت أنه أشرح لالله أنه أنا وهبت نفسي للخدمة بشكل كامل وبالتالي أنا ماني بحاجة أنه أعطي العشور وأنا عبقلك رح للدوس كانت تير واضح ويقول يوسف وضع المال بالصينية كل مرة لكن بهديك الأيام أنا كنت فكر أنه أنا بقدر ساوي مع الله فعلا كنت فكر هيك لحد سنة 1972 هذه كانت بداية عمل الله معي أنا كنت بمعهد الليهود هذه كانت السنة الأولى بمعهد الليهود 1972 وأنا كنت أعمل برعية بكنيسة كتلميس للراعي بمكان ما أنه بعيد عن مدينة سيدني لكن هي ضاحية قديمة وعدد كبير من الأشخاص كانوا أرامل هن ما كانوا يقدروا يظهروا من بيوتهم ما كانوا حتى قادرين يجوا على الكنيسة إذن أنا رحت وأنا سألت الراعي هل بقدر أن يكون عبقضي يوم بالأسبوع هم بروح وزور هالأشخاص وأنا عبقلك هيدا كان أهم حدث بها السنة معظم هالأشخاص متل ما عنا قلت كانوا مسنين وعرامل وهني عم بعيشوا على يلي نرحنا منسميه ضمان الاجتماعي ومن بعد ما عنا زوروا ونصلي معهم وأنا عم بغادر كل مرة كل مرة كان شخص بيناتهم انتظر دي انتظر دي ما تروح بعد أنا ما كنت قادر أنه أخذ المغلفات الكنيسة كطايفة كانت معتادة أنه ترسل 52 مغلف كل أحد كانوا الأشخاص يدعوا المال بالمغلف بصينية التقديمات وإذن هني كانوا يقولوا انتظر دي ما أنا ما كنت قادر أخذ المال على الكنيسة أنا ما كنت قادر ألاقي شخص حتى ياخدهم ويمكن يكون فيه مغلفان أو ثلاثة أو أربعة بقين وهني كانوا مجمعينهم حتى يسلمون إياهن وأنا عم باعترف لك بالأمور يلي كانت تمر بفكري لما أنا كنت أخذ هالمغلفات وأنا بخجل من هالأمر أنا كنت أمسك هالمغلفات بإيدي وكنت أنظر على الظروف يلي هني عايشين فيها وأنا كان عندي مال حتى أقول ها لا 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 مش أنتو مش أنتو مش أنتو أنتو ما بتقدروا تتحمل هالتضحية نحنا يلي بحاجة نجي ونكون عم نساعدكن ليه؟ لأنه أنا كنت غير أمين بعطائي لكن أنا بشكر الله أنه أنا ما عملت هالأمر ولو أنا عملته كنت حرمت هالأشخاص الغالين من البركات العظيمة يلي بتجي لما أنت بتعطي بالمقابل الله سلوكه كان معاكس معاكس تماما للرب يسوع المسيح معاكس تماما وبشكل تام للرب يسوع لأنه آخر عمل من الخدمة العلنية يلي عمله كان لما هو وقف هونيك بمكان تقديمات بالهيكل وهو كان عم بيشاهد لما كانوا هالأشخاص الأغنياء كتير عم بيجوا مع موسيقى وأبواء وهني كانوا عم بيضعوا وعطياهم بسندوق التقديمات مع أغاني ورأس وضجة وهني كانوا عم بيعطوا من فضلات ثرواتهم وهونيك هو شاهد وشاف أرملة فقيرة على الأرجح كانت مختبئة وعلى الأرجح ما كانت عم تحاول تفرج شوفي بييدها وهن كانوا فلسان والرب يسوع الغالي يلي عيونه بيختروا أعمى أسرار لوبنا عرف إنه هيدا كان كل شي عنده هيدا ما كان عشرة بالمية أو عشرين بالمية أو ثلاثين بالمية هو كان كل شي وبدل ما يسوعي إلا وقفة ما بتقدر يتعمل هالأمر ما بتقدر يتحمل هالمصروف انت كتير فقيرة لتعمل هالتقديمة لزم تدخلي على الهكل وتشوفي الكهنة هن بيقدروا يساعدوك لا رب أثنى علي قدام كل الأجيال ونحنا موجودين هون بالقرن الواحدة وعشرين عم نتكلم عنا رب قال طلعوا علي طلعوا علي اللي عملته ومن بعده هو راح وهو عمل نفس الأمر بالتحديد هو أعطى كل شي عنده هو أعطى حياته عزيزي مبدأ المسئولية الفردية والاقتمان ما بتقدر تهرب منه سمعني من جديد مبدأ الاقتمان الشخصي ما بتقدر تهرب منه المرة الوحيدة اللي الله دعانا فيها كشعبه كأتباعه كأولاده حتى نمتحنه زكر التجارب البريه هو قال له شيطان لا يجب أن تجرب الرب إلهك أو أن تضع إلهك تحت التجربة لكن فيما كان واحد بكل الكتاب المقدس الله قال فيه متحنه وهيدا اللي ما كان عم بتكلم عن أعطاء الأموال هو قال جربوني بهذا إن كنتوا لا أفتحوا لكم كوا السموات وأفيد عليكم بركة الانتظام مع تخطيط المسئولية الشخصية والأمر الثالث يلي هو فعلياً بيدفع الأمرين الأولين العطاء بشكل متناسب باليوم الأول من الأسبوع كل شخص منكم لازم يوضع عنده مبلغ بحسب مدخوله بحسب بعض الترجمات لكن أنا بحب الترجمة القديمة يلي بتقول على قدر ما الله أعطاكن على قدر ما الله أعطاكن أنا بحب هالأمر هيدا فعلياً أقرب للمعنى هو بيعني إنه بيرجع لالله جزء من يلي الله بيركن فيه هلأ عزيز سمعني حكمة الله الرائعة سمعني الحكمة الرائعة هي اللي بتعليم الله هون هي إنه هو بيوضع العبق مكان ما لازم إنه هالعبق ينوضع والعبق هو منه عليك وين بينوضع العبق؟ على الله هو الموضوع بالكامل على الله لما بتكون أنت بحالة جيدة وأنت بيكون في عندك بركات مادية عظيمة أنت بترجع بذات النسبية مثل لما تكون الحالة سيئة والحالة الجيدة والحالة السيئة أمر نحن كلنا منمر فيه هالأمر بيعني إنه أساس عطأنا هو بركات الله الموجودة بحياتنا هيدا هو الأساس ومحدة محدة 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 بيقدر يغش الله إذا أنت ما بتسدقني سأل شخص جرب يعمل هالأمر بالنسبة لله إذا أنت أمين بدولار واحد أنت رح تكون أمين بمليون دولار هيدا هو المبدأ بيلي يسوع قاله الشخص يلي بيكون أمين على الأليل رح يكون أمين على الكتير لكن أنا قادر أسمع شخص عم بقول طيب أنت شايف مايكل بولوس ما لأي عمر عن العشرة بالمية هو ما قال شي عن العشور أنت معك حق عم تسمع بانتي باه أنت عم تقرأ بانتي باه لأنه هو ما كان بحاجة يقول هالأمر دكتور لينسديل قال بعمل شبار على كتاب هو بسميه العشر المقدس بهالكتاب هو ببرهن من الكتابات الأديمة أن الشعوب الأول الشعوب الأول من الأكديين للسامريين والأشوريين والبابليين واليونان وحتى الشعب الأبري كانوا يعتبروا أنه عشرة بالمية هو الحد الأدنى كانوا كلهم يمارسوا يلي كانوا يسموا العشر المقدس ليه؟ لأنه نحن مخلوقين على صورة الله ولأنه آدم وحاوه تعلموا أنه يقدموا تضحية لأله وبالتالي هن مرروا هالأمر لأولادهم حتى لما هالشعوب صارت وثنية هن بقيوا عم بيمارسوا العشر المقدس إبراهيم أعطى العشر المقدس من كامل ثاروته مش فقط من مدخوله لملكي صادق يلي هو الصورة على المسيح هالأمر صار أربعمائة سنة قبل ما الشريعة نعطى لموسى إذن ما يجايا الشخص يقول لي أنه هالأمر كان شرائع العطاء النسبة بذات الوقت عادل وفيه مرونة لو الله أرعد من السماء وقال أنا بدي كل شخص بيناتكن يعطي عشر تلاف دولار هالأمر ما بيكون عادل ما هيك بالنسبة لبعض الأشخاص اللي عندهم مدخول كبير هالأمر ما راح يأثر حتى على حياتهم بالنسبة لبعض التلميذ الناجحين هن يمكن حتى ما شايفوا حتى عشر تلاف دولار وهيدا هو السبب لاي الله ما بيرعد من السماء وبيقول عشر تلاف دولار لا هو قال نسبيا هلا هيدا رأي خاص بيوسف أنت بتعرف شو لازم تعمل فيه لما أنت تكون بحالة جيدة بالحياة العشر هو نقطة البداية لما أنت تكون بحالة سيئة العشر هو الحد الأدنى وصية بولوس الأخيرة للكورنثيين هي أنه يعطوا بطريقة منتظمة بمسؤولية شخصية وبطريقة نسبية يا أحبايا أنا بدي أياكم تحملوا هالمبادئ الكتابية الثلاثة وانتوا تنظروا على المخلص القائم من الموت محور إيماننا وتنظروا على المحبة المجروحة على الرحمة المدممة وتنظروا على القبر الفارغ وتقولوا أنا بعرف أنه أنا لازم أكون وكيل مسؤول لكن أنا مني مهتم أنا ما بسدق لو لا لحظة أنه ممكن أي شخص هون حتى إذا عم بشاهد من حول العالم يقدر يعمل هالأمر أنا بسدق أنه نحنا كلنا بدنا نقول أنا بدي أنه أعطي بانتظام وأنا بدي أنه أعطي مع مسؤولية شخصية وأبدي أعطي بطريقة نسبية لكن أنا بعرف أنه هالأيضة يمكن تكون مبكرة للبعض منكم أنه أنت يمكن بعد ما سلمت حياتك لا يسوع المسيح هالأمر هو مبكر بالنسبة إلك لأنه رب بده إيك أنت قبل ما يكون بده الثروات يلي هو أعطاك إيها هو بده توبتك وهو بده إيمانك وهو بده إيك أنه تستسلم إليه قبل ما يكون بده الأمور يلي هو أعطاك إيها سلاطة الحارة هي للشخص يلي بيعرف الرب يلي إله سنين بالمسيرة مع الرب وهو ما عمل شيء وما عمل شيء وما عمل شيء وقال شخص تاني رح يعمل هالأمر شخص تاني رح يعمل هالأمر وأنت بتكون عم تفقد وتخسر البركة الرهيبة وهي أنه الله بيقدر بشكل كامل يفتح نوافذ السماء مثل ما هو وعد أنا بصلي إنك تلتزم وتقول يا رب أنا رح سير وكيل جديد بالكامل على كل الموارد يلي إلي إنت وضعتها بإيدي إذن ساعدني يا رب أمين